هذه المرة سنلتقي على محور بعنوان المنزع العقلي في الأدب العربي القديم وندرسه من خلال أثرين أولهما هو كتاب الإمتاع والمؤانسة وثانهما هو كتاب المقابسات لأديب من القرن الرابع هو أبو حيان التوحيد سنتعرف إلى أبي حيان التوحيد وإلى كتابيه أثناء الدروس لكننا نعرض الآن المطلوب مننا في هذه الدروس يطلب مننا دراسة إذن هذا المحوري في وجهين مظاهر النزع العقلي في القضايا المطروحة ومظاهر النزع العقلي في الأساليب والخصائص الفنية التي كتب بها التوحيد فأما في مستوى القضايا المطروحة فتطرح كتابات التوحيد أربعة قضايا القضية الأولى هي القضية السياسية وندرسها من خلال أربع علاقة السائس بالرعية وعلاقة السائس بالحاشية وعلاقة السائس بالمثقف وشروط السائس الصالح وأما القضية الثانية فهي القضية الاجتماعي والقضايا الاجتماعية ندرسها من خلال جملة من المسائل تجليها وهي مسألة الطبقية والفوارق الاجتماعية ومسألة تدهور الأخلاق ومسألة الثورات والفتن ومسألة العصبيات والشعوبية والنزعات القومية في قضية ثالثة ندرس أيضا القضايا الثقافية والقضايا الثقافية ندرسها من خلال جملة من المسائل منها النظم والنثر والنحو والمنطق وأيضا ندرسها من خلال اللفظ والمعنى وندرسها من خلال جملة من القضايا اللغوية في القضايا الدينية وهي القضية الرابعة أو المسألة الرابعة ننظر في مسألة الفلسفة والشريعة أولا والعقل والنقل ثانيا والموقف من المذاهب ثالثا وإذن المسألة الأخرى ذات علاقة بمباحث الدينية والمباحث الخلافية مثل الموقف من المذاهب ثم بعد ذلك إذن ننظر في مستوى الخصائص الفنية فندرس مسألتين المسألة الأولى هي عن ماط الكتابة من خلال كتابي لم تعلم أنسو المقابسات إذ نجد النمط السردي والنمط الوصفية التسجيلي والنمط الحجاجي والنمط التعليمي وإذن هذه الأنماط المترددة في الكتاب وأما المبحث الثاني في مستوى الخصائص الفنية فهو أسلوب التوحيد ولغته إذن هكذا نكون قد إذن أعددنا بحثنا في هذه المسألة فإذا نحن استوفينا هذه العناصر التي تشير إليها البرامج الرسمية فقد استوفينا دراسة هذا المحوى المنزع العقلي في الأدب العربي القديم من خلال كتابي الإمتاع المؤنسة والمقابسات لأبي حيان التوحيد شكرا